قمعت قوات الاحتلال تظاهرة فلسطينية رافضة للبؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها مستوطنون على سفح جبل إصبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس المحتلة ما أدى إلى إصابة عدد كبير من أبناء البلدة والمتظاهرين بالاختناق وبشظايا قنابل الصوت والرصاص المطاطي هذه المحاولة الثانية بعد الأولى قبل عامين لنصب بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة اليوم كما الأمس يتصد أهالي البلدة للمحاولات الاستيطانية فيتعرضون لقمع قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزاتها في محيط الجبل لحماية البؤرة ومستوطنيها لن نسمح ببؤرة جديدة هنا بأي شكل من الأشكال نحن نتحمل الآن قنابل الغاز التي اختنقنا بها أجسادنا تشتعل منها لكننا لن نسحب لن نقبل بؤرة استيطانية هنا كما أزلناها من جبل العرمي على الجبل المقابل لنا وأزلناها هنا قبل سنتين لن نسمح بعودتهم من جديد هذا مشروع الضم هذا ينفذ على الأرض يؤجل سياسيا وينفذ في الميدان لن نسمح بتنفيذه في الميدان عشرات الإصابات بالاختناق وبشضايا قنابل الصوت وبالرصاص المطاطي ناهيك عن إحراق القنابل الغازية لمساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون أهالي البلدة ضربوا موعدا جديدا مع الاحتلال مشددين أن نضالهم كي تبقى بيتا كما كانت دون مستوطنات أو بؤر استيطانية سيظل مستمرا أصبح الثقافي متنوعة في عدة مناطق وقمم جبان ليس فقط في منطقة بيتا يأتي ويضع خلقة براكس أو كيرفان ويبدأ بالاستيلاء والتوسع إذا نحن لم نكون على قدر المسئولية واستمرارية الفعاليات ليست رد فعله أحساس ومشاعر وإلا سنخسر وهذا يستفحل الاستيطان ويكتم كل الأراضي رسالتنا سنستمر إرادة قوية عزم إن شاء الله تعالى وسنمنعهم بإذن الله تعالى حتى يزيلوا كل هذه البؤر تشكل بيتا أموذجا للمقاومة الشعبية وهي التي دحرت المستوطنين من جبل إصبيح هذا عام 2017 كما نجحت في تخلص من بؤرة استيطانية على قمة جبل العرم في أذار الماضي وهذا بصمود أهلها واستبسالهم في الدفاع عنها إذن هي المقاومة الفلسطينية المستمرة لكل محاولات الاحتلال فرض وتنفيذ مخطة تضم على الأرض هذه البؤرة الاستيطانية هنا في بلدة بيتا لم تكن الوحيدة منذ الأول من تموز فهناك العديد من البؤرة التي أنشأت سواء في عصيرة أو في حارس قرب سلفيت أو في جنوب الضفة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا